بخطوات مرتبكة يعود عبد الحميد أب لطفلتين نحو محل للحلاقة ببلدية سدي بومديين بعين ديموشنت والذي اتخذه هو وعائلته مأوى له يقيه من ظلمة الشارع بعدما احتضنتهم صاحبات المحل هل يعمل لي فوتهم والله ما يفوتهم إنسان بيقدرش بيقدرش فوتهم شافوا شافوا معي بزهر شافوا معي بزهر هذه ديتا بووتاليا قالينها موسى قالينها موسى شينا لولا كانت فيها هنا برات منع وتولدتها هنا أو تولدتها ثاني هنا عبني السكنة بنقرم ليح وبعد بنولي الطبيبة بدموع الأسى وحرقة المعاناة يروي عبد الحميد تفاصيل معاناته فلا منزل يأوي العائلة ولا حتى مياه يقتصلون بها يجتمعون بعد السادس مساء في المحل ويغادرونه صباحا هي مأساة اجتماعية تعيشها عائلة من أربعة أفراد تلخصها دموع رجلين إذا نزلت فاعلم أن همومها فاقت قمم الجبال فهل ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ عائلة عبد الحميد من التشرد؟